اشتركوا في القناة تكون قوية في نقل هذا الحدث الافريقي الغير المسبوق بمشاركة 24 منتخبا هذه البطولة الافريقية التي سوف تعتبر حدثا بامتياز لتمسر اقوى البلدان التي سوف تكون تستضيف هذه البطولة والتي سوف تقام في 21 يونيو وسوف تنتهي في 19 يوليو بمشاركة اقوى الدول العربية الافريقية يترأسهم المغرب ايضا مصر وتونس والجزائر وموريطانيا وظهور بعض المنتخبات الافريقية المغمورة هذا سوف يمنح لهذه البطولة ندية وتنافس قوي سوف نشاهد ايضا بعض المباريات وبعض المفاجآت في هذه البطولة الافريقية القنوات النقلة على النيلسات بدون الذهاب الاسطرة وغيرهم من الاخمار تترأسهم كل من قناة تايم سبور تايم سبور هي القناة النقلة والبط الارضي المصري ويجب عليك ان تسطر عليه بثلاث سطور البط الارضي المصري سوف تكون هذه القناة تبت على دولة مصر فقط بمعنى ان اي دولة اخرى من غير مصر ليمكنها ان تلتقط تايم سبور سوف تكون بالنسبة الاخواني في مصر بتردد التالي 11449 هيرزنطال اما بنسبة الى الترميز 27500 هيرزنطال افوقي هذه القناة التي سوف تلتقطها اذا كنت في دولة مصر فقط القناة الاخرى وهي قناة جزائرية تدعى بروغرام ناسيونال هذه ايضا القناة تحتاج منك بعض الاجتهاد تحتاج منك ان تأتي لها بفك تشفير الخاص بها بمعنى ان تبحث عن شفرة هذه القناة لان الكثير من الاشخاص سوف يعتبرون بكم ان هذه القناة هي فقط قناة مجانية سوف تلتقطها بدون اي مشاكل بل تحتاج فقط فك تشفير خاص بها بمعنى انك سوف تبحث عن في الغروبات يعني الفيسبوك سوف تبحث في جوجل سوف تبحث في اليوتيوب عن كلمة اسمها فك تشفير او شفرة قناة بروغرام ناسيونال الجزائرية التي سوف تكون في نيرسات سبعة شرقا التردد 11680 قم الان بعمل بوز او اقاف لهذا الفيديو وقم بتشجيل الترددات على الشكل التالي بمعنى ان هذه القناة فهي تحتاج منك بعض الاجتهاد تقوم باخذ الريسبتر الخاص بك يعني تقوم باخذ جهاز تقبال الخاص بك وتقوم بعدها بكتابة اسمه وبعدها تبحث طريقة البحث عن البيس او فك تشفير هذه القناة فاذا عرفت كيف انك سوف تقوم بادخال البيس او ادخال فك شفرة جميع القنوات فلن تجد مشكل في القناة الجزائرية الارضية حتى لا يأتي اي شخص في التعليق ويقول لك انها لا تبوت او شيء من هذا القبيل فهي تبوت وهي سوف تكون اقوى القنوات التي سوف تبوت كاسفريقيا وخصوصا مباراة الافتتاح بين مصر وايضا المباراة الجزائرية والمنتخب الجزائري كلها سوف تكون في بروغرام ناشنال هناك ايضا بعض القنوات ايضا التي سوف يحتمل ان تكون يعني احتمالية ان تكون قد تنقل هذه التظاهرة الافريقية قناة اتشاد قناة اتشاد على التردد اتناشر الف واربعة وخمسون سبع وعشر الف وخمسمائة فرتيكال يعني رأسي بمعنى ان هذه القناة اتشادية فيمكنها ان تكون ايضا تشكل حدثا غير مسبوق بدورها لانها سوف تنقل كاس افريقيا وسوف تقوم بتشفير بعض القنوات او يعني سرقت بعض القنوات وتقوم بالنقل منها كما تفعل جميع القنوات الاتيوبية وتشادية وغيرهم من القنوات وهذا معروف عليهم يعني يمكن ان تكون قناة تشاد او قناة تيفي مزننا التي سبق لنا وانقمنا بشرحها منذ السابق قد تكون ايضا بدورها سوف تنقل هذه البطولة ما عليك الان الا ان تقوم بايقاف الفيديو وتقوم بتشجيل تردد تايم سبور بالنسبة الى جميع الاشخاص الذين يقتنون في مصر هذه هي القناة التي سوف تبت ان شاء الله هناك ايضا القناة الجزائرية بروغرام ناشنال قم بايقاف الفيديو وقم بتشجيل التردد على الشكل التالي 11680 وايضا لدينا القناة التي هي من المحتمل ان تكون تنقل على النيلسات وهي قناة اتشال هذه هي ثلاث قنوات الموجودة حاليا والتي سوف تبت مجانا بطولة كأس افريقيا ونسمن التوفيق لجميع منتخباتنا العربية وادها بعيدا في هذه التظاهرة الافريقية الى هنا لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو وضع جيم تحفيزي دمتم في رعاية الله وحفظه وحفظه